اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء ان الجهود الوطنية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 متواصلة بتكاتف ابناء الوطن المخلصين الذين جسدوا ابلغ صور التفاني والتكامل المجتمعي والقيم الوطنية الراسخة بتعاضدهم وتلاحمهم وفق النهج الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ايده الله ورعاه قال صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان المواطن الواعي المشارك في الاجراءات هو افضل داعم للجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا فمواجهة الفيروس تتطلب من الجميع التحلي بالحس الوطني المسؤول لنتمكن من وضع حد لانتشار هذا الفيروس الذي لا يفرق بين احد ويجعلنا نسير جميعا بعزم وعزيمة بكل ما يبذله ابناء الوطن من جهود مشكورة ومقدرة بعيون ساهرة على حفظ امن وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار وهو ما يسعى اليه دوما فريق البحرين من اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والاهلي والمواطنين والمقيمين جاء ذلك لدى ترأس سمو حفظه الله اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر الاقضابية اليوم بحضور عدد من اصحاب السمو والمعالي كبار المسؤولين حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة تقريرا حول الاجراءات الاحترازية التي جاءت متماشية مع المستجدات العالمية لفيروس كورونا كوفيد 19 وما تم اتخاذه من تدابير وقائية بحسب المعايير الدولية ومستجدات مسارات العمل المختلفة وبناء على عرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 وبمشاركة اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث تقرر ما يلي بدءا من يوم غد ولمدة شهر قابل للتمديد استمرار سير العمل الاعتيادي بالمؤسسات العامة والخاصة والحث على تطبيق العمل عن بعد متى ما توفرت الامكانية لذلك استمرار فتح المحال التجارية والمجمعات التجارية ومحلات بيع الأخذية بالصورة الاعتيادية مع الأخذ بالاعتبار إرشادات وزارة الصحة فيما يتعلق بتجنب الاختلاط في الأماكن العامة اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعم والمشروبات على الطلبات الخارجية والتوصيل إغلاق دور السينما وكل صلاة العرض التابعة لها إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصلاة التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة إغلاق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة والمشروبات فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة تجنب التجمعات لأكثر من عشرين شخصاً والالتزام بالمكوث في المنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط تجنب السفر إلا للضرورة القصوى فحص جميع المسافرين القادمين عبر منافذ مملكة البحرين المختلفة وتطبيق الحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوماً عليهم كما تقرر حتى إشعار آخر إيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال مع استمرار عمل الكوادر الإدارية والتعليمية والحث على تطبيق العمل عن بعد متى ما توفرت الإمكانية لذلك وتوجيه وزارة التربية والتعليم لاتخاذ التدابير اللازمة لعدم تأثير العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية كما نوه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 بأهمية اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة حول طرق الوقاية من الفيروس بما يسهم بشكل فاعل في احتوائه ومنع انتشاره كغسل اليدين بالماء وصابون جيداً بشكل دوري مع الحرص على استخدام معاقم اليدين وتنظيف الأسطح والأشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها بصورة دورية وتغطية الفم عند السعال أو العطاس والتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة مع تجنب لمس أو مخالطة أي شخص يعاني من الحمى أو السعال وقد أكدت اللجنة التنسيقية أن هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية هي لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين لما فيه خير وصالح الجميع منويهتنا اللجنة بأن كافة التحديات يتم تجاوزها بالروح الوطنية الجامعة وعمل فريق البحرين الواحد لحفظ المكتسبات ومواصلة تحقيق الأهداف التنموية المنشودة